ان شاء الله بإذن الله نتمنى دانكم هو طبعا التصويت شغال طبعا النادي الاهلي انت بتكلم الاهلي تخطى الـ 50% في تصويت الجماهير طبعا الـ 50% التاني بقى متوزع لكل الاندية مع كامل احترامنا لبقى الاندية سواء اهل جدة اتحاد جدة الهلال ارسنال برشلونة في نورد دانكم على الشاشة طبعا الاندية اس روما لكن الاهلي في تصويت الجماهير مع كامل احترامنا لأي نادي سواء في المنطقة العربية او حتى في مستوى العالم تصويت الاهلي التصويت الجماهير بالنسبة للاهلي بيفرق بنسبة التخطى الـ 50% في تصويت المدربين هتقول لي اه فيه كارلا انشلوتي هتقول لي اه فيه بيبا جوارديولا هتقول لي فيه ارتيتا بتاع ارسنال ولكن في الاخر برضو مرسل كولر 64% حتى جوارديولا بس فيه 64% من تصويت الجماهير يعني لو دخلت الموضوع في تصويت الجماهير بلا منافسة يا جماعة الاهلي مخلص الموضوع من بدر يعني مش هنستنى لديها 90 لا 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 القصة سكور وبيخلص من الشوت الاول زي كده فرنسا لما كثبت جبل طارق اي تصويت هتلاقي فيه الاهلي هتبقى ناتيجة عاملة زي ناتيجة فوز فرنسا على جبل طارق 14-0 الفورة كده من 14 او من 12 جول مشترك زي ما بيقوله يعني فنتمنى التوفيق رب للنادي الاهلي اربع يعني منصات فيهم تصويت افضل نادي على مستوى العالم على الشرق الاوسط ترشيح كولر افضل مدرب الشناوي افضل لعب في الشرق الاوسط نتمنى التوفيق رب للنادي الاهلي ياخد جواز الاربعة واو جايزة من الجواز بالإضافة بالتأكيد للنجم المصري بحمد صلاح وايضا للنجم الشاب عمر فاي